بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طالبات وطالبات التعليم الفن الصناعي الصف الرابع أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مادتنا مادة التصميم للصف الرابع وهنبدأ استكمالا لما سبق في الحلقات السابقة لدرس الماكينات والآليات وكنا وصلنا لإجهاد الشد وكنا بدأنا ناخد تطبيقات عليه هنستكمل النهاردة إن شاء الله باقي الإجهادات وناخد كده تذكرة بسيطة بمثال بسيط كده في الأول يفكرنا يعني إجهاد الشد وإزاي كنا بحل المسائل عليه وطبعا قبل ما نبدأ لازم أكون فاكر إن دايما الإجهاد بتاعي بيساوي قوة على مساحة ودايما قياسه بقياس وحدة قياس القوة على وحدة قياس المساحة أيا كانت تمييز القوة وأيا كانت وحدة قياس المساحة فلازم يكون الإجهاد هو عبارة عن قوة على مساحة طبعا ممكن العبلي في المساحة يديني شكل دائري ممكن يديني شكل مربع ممكن يديني شكل مستطيل زي ما هنشوف في المسألة اللي جاية دلوقتي نبدأ كده بمسألة تفكرنا بقوانين الإجهادات وازاي كنا بنحل عليها المسألة قبل ما نبدأ في درس النهاردة وهو استكمال لجزء الماكينات والآليات نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مثال بيقول لي الوصلة الموضحة مصنوعة من الحديد الظهر ستستخدم في شد حمل مقداره 45 كيلو نيوتن اوجد مقدار اجهاد الشد المعرض له كل من المقطعين A A وبيبي زي ما انت شايف على الرسم كده عندي وصلة زي وصلة الهوك بتاعتي في مقطع A A اهو واخده مديني القطر بتاع او الطول بتاعي 45 والعرض 20 ادي المقطع A A والمقطع B B عبارة عن دايرة مفرغة قطر داخلي وقطر خارجي ومديني برضو العرض بتاعها 20 او السمك بتاعها 20 والقطرين الداخليين الاربعين والقطر الخارجي 75 طبعا هنا دي الرسمة بتاعتي بتوضح لي ايه انا استفدت منها ان المقطع هنا عبارة عن مقطع مستطيل الشكل طوله 45 وعرضه 20 يبقى ما جا حسب المساحة بتاعتي بحسب مساحة مستطيل طيب هنا ده مقطع دائري يبقى ما جا حسب المساحة بحسب مساحة دايرة مع مراعاة ان انا عندي جزء فراغ ما بدخلوش في الحساب يبقى بطرح القطر الاصغر من القطر الاكبر واضرب في العشرين عشان اقدر اجيب المساحة بتاعتي دي كانت فكرة المسألة ببساطة لكن هنشوف ازاي بحسب الاجاد هنا وازاي بحسب الاجاد هنا بالقوانين بتاعتي هو بقول للقوة اللي بتأثر على الوصلة بتاعتي 45 كيلو نيوتن يعني بتساوي 45 في 1000 عشان احولها النيوتن تبقى 45000 نيوتن طيب عايز السيجما تي اللي هو اجهاد الشد اللي هتتعرض للوصلة بالنيوتن على المليمتر المربع ده المطلوب بتاعي طيب بقول له بالنسبة للمقطع اي اي كانت المساحة عبارة عن اي زي ما قلنا كده الـ 45 اللي هو طول الوصلة في السمك بتاعها الـ 20 يبقى المساحة بتاعت 900 مليمتر مربع يا مستر انت عرفت ازاي انها مليمتر مربع قلتلك ما الابعاد دايما من على الرسم بخدها بالمليمتر يبقى اي بعدة على الرسم هتا لو ما قليش يبقى دايما البعدة على الرسم بالمليمتر فانا على الرسمة لقيت الجزء ده 45 اهو طول بتاعي ده 45 في السمك بتاعها الـ 20 يبقى 45 في 20 اللي هو طالع بتسعمية مليمتر مربع اهي دي المساح يبقى السجمة تي بتسوي الـ F على الـ A يعني بتسوي الـ 45 ألف على الـ 900 هتطلع بخمسين نيوتن على المليمتر المربع وده كده اجهاد الشد عند المقطع A طيب عند المقطع B بالنسبة للمقطع B لو قلت ان الـ F بتساوي 45 كلو نيوتن يعني 45 في ألف بتساوي 45 ألف نيوتن انا بكرر تاني وكأنها مسألة جديدة طيب السجمة تي عايزها بالنيوتن على المليمتر المربع المقطع A اللي هو المقطع الدائري زي ما قلت بطرح القطرين من بعض القطر الأكبر ناقص القطر الأصغر يديني 35 في 20 اللي هي السمك بتاعها عشان باعتبارها يدي طول في السمك اللي هو العرض بتاعي يبقى 700 مليمتر مربع يبقى السجمة تي بتساوي الـ F على الايه الـ F أنا جبتها بـ 45 ألف أوم الدهالي هين نيوتن على الايه 700 يتطلع بـ 64 و28 من مية نيوتن على المليمتر المربع طبعا كل اللي حصل ان انا تعملت مع الوصلة ان انا بحسب مساحات كل اللي انا عملته مساحة الجزء اللي هو عبارة عن المستطيل 40 45 في 20 ده من الرسم مباشرة الجزء التاني اللي هو الحلقة الدائرية طرحت القطرين من بعض عشان يديني المساحة اللي بتتعرض فعلا للإجهاد او جزء اللي بتتعرض للإجهاد ناقص الفراغ اللي عندي وضربته في السمك الجزء الدائر طيب اجهاد بقى فيه اجهاد انفعال اجهاد وانفعال الضغط لو عندي اجهاد ضغط يبقى بدل ما هو سجمة t بقول سجمة c يبقى اجهاد الشد يبقى سجمة t اجهاد الضغط سجمة c وبرضو بسوي الف على الا طيب الانفعال بتاعي اللي ناتج نتيجة للإجهاد بسوي برضو الطول رقم اتنين او الطول بعد الإجهاد ناقص الطول قبل الإجهاد على الطول قبل الإجهاد يبقى إبسلون بتاعي بسوي L2 ناقص L1 على L1 او بقول دلتا L على L طبعا هنا رسمة بسيطة بتاعتي ان هنا الضغط بتاعي بمثلي ان انا جزئين انا جبت جزئين كده وضغط عليهم فادوني الاثنين لما اتضغطوا في بعض ودخلوا جزء واحد زي ما انتا شايف كده وده نوع من انواع إجهادات الضغط اما ان يحصل ضغط كده على الجزء دوت كده ويحصل هنا انبعاج او تشوف في الشكل ويبدأ الطول بتاعي نتيجة لقوة الضغط بتاعتي لما نيجي نشوف مسألة كده مثال مكبس هيدروليكي يعطي قوة تشغيل مقدارها 3.5 ميجا نيوتن خلي بالك الميجا نيوتن يعني بضرب في 10 قس 6 عشان تتحول لنيوتن يبقى الميجا نيوتن عشان احاولها لنيوتن بضرب في 10 قس 6 لما احول من نيوتن لميجا نيوتن بقسم على 10 قس 6 هذه القوة يتم التأثير بها من خلال عمودين في عمودين استوانيين متماسلين يحملان رأس المكبس فاذا كان اجهاد التشغيل المسموح 85 نيوتن على الملي متر المربع احسب القطر اللازم للاعمدة عندي قوة اجهاد عندي اجهاد وعندي قوة تشغيل وعايز القطر بتاع العمود هو القطر هجيبه من ايه ما انا قلتلك دايما ان الاجهاد عبارة عن القوة على المساحة يبقى انا هشتغل ان الاجهاد بساوي القوة وبعد ما اجيب المساحة ده عمود يعني قطر دائري اللي هو مساحته باي دي تربيع على 4 اقدر اجيب منها ليه القطر بتاعي شوف الحل ادي الحل بتاعه نفرض ان قطر العمود دي ومساحة مقطع العمود ايه يبقى ايه بتساوي باي دي تربيع على 4 ده كده قطر ايه مساحة المقطع العمود عشان ده مقطع عمود يبقى دائري طب انا عندي عمودين عايز اجيب القوة اللي بتأثر على العمود واحد يبقى باقسم على 2 هتديني واحد و 75 من 100 في 10 قصة 6 دي قوة التحميل للعمود الواحد يبقى هنا فكرة المسألة ان انا بجيب المساحة بتاعة المقطع بتاع العمود بجيب القوة اللي بتأثر على عمود واحد باقسم القوة اللي مدهالي على 2 لانه بقول لي عمودين بيشيلوا راس المكبس يبقى هنا عمودين بيتحملوا قوة راس المكبس فأنا بأسم القوة دي على 2 عشان أجيب القوة الواحدة سيجما سي هو مدهالي بـ 85 نيوتن على الملي متر المربع وعايز الـ D بالملي متر المربع طبعا وضحت المسألة أنه أنا أقول سيجما سي بتسوي الـ F على الـ A وعندي الـ F موجودة والسيجما سي موجودة هقدر أجيب الـ A يبقى الـ A بتسوي الـ B دي تربيع على 4 وأقدر أجيب منها قيمة الـ D لوحدها زي ما هنكمل حل المسألة دي الوقت سيجما سي بتسوي الـ F على الـ A يبقى سيجما سي بتسوي الـ F على الـ B دي تربيع على 4 سيجما سيب 85 الـ F بـ 175 في 10 قصة 6 ممكن الـ 4 دي أضربها فوق كده يبقى فـ 4 على الـ B دي تربيع زي ما قلنا يا 85 بتسوي 175 1 و 75 من 100 في 10 قصة 6 الـ F على الـ B دي تربيع على 4 يبقى الـ D تربيع لوحدها بتسوي ايه؟ بتسوي 1 و 75 من 100 في 10 قصة 6 في 4 على الـ B في 85 دي كده هتطلع لي قيمة الـ D تربيع من هنا اجيب الجزر التربيعي لها هتديني ان دي تقريبا بتطلع بـ 162 ملي متر طبعا 162 ملي متر لو انا اسمتها على 10 يعني 16 و 2 من 10 سنتي متر دي كده كان قطر العمود بتاعي لو انا حبيتها اشتغل طيب اجهاد وانفعال القص طبعا احنا اخذنا اجهاد وانفعال الشد اجهاد وانفعال الضغط هناخد اجهاد وانفعال القص القص بتاعي برضو عبارة عن ان جسم بيتعرض لقوتين متساويتين ومتضضطين في الاتجاه لحد ما القوتين يعملوا ايه؟ قص في الشغلة او في الجزئين بتوعي زي بالضبط كده مسامير برشام انا مبرشم جزئين في بعض المسامير برشام بشد الاتنين بقوتين متساويين وفي اتجاههم ده انه اشد لحد ما مسامير البرشام ايه تتفرتك وكل جزء يروح لوحد لكن هنا انا بشتغل على الجسم الواحد وعندما يتعرض جسم القوتين متساويتين في المقدار ومتضضطين في الاتجاه فان هناك مستوى داخل الجسم يكون مماسيا او موازيا لاتجاه القوتين يكون معرضا لاجهاد يعرف باجهاد القص اللي هو يحصل عنده ان الجزئين هينفصلوا عن بعض حيث تعمل القوتين على احداث انزلاق بين المستويات المتوازية مؤدية الى فصل الجسم الى جزئين خلاص من قطر قوة شدة القوتين عكس بعض عمل لمستوى موازي للقوتين اللي هو عبارة عن الخط الفاصل بين جزئين الجسمين لما يكمل قوة الشدة للاخد ويتفصل للجسم الجزئين طيب طبعا الاجهاد بتاع القص عبارة عن التاو بيسوي الاف على الايه يقال ان الجسم معرض لاجهاز قص ويسمى التغير الناتج على الجسم من جراء تأثير هذا الاجهاد بانفعال القص اللي هو التاو بيسوي الاف على الايه يبقى هنا برضو زي ما انت شايف كده ان الاجهاد ايا كان هو اجهاد شد اجهاد ضغط اجهاد قص اجهاد انحناء زي ما هنشوف بعد كده برضو بيسوي قوة على مساحه طيب في الشكل عبارة عن قطعتين لوح من الحديد الصاج يراد توصيلهم بمصمار برشام قطره 12 ملي متر احسب اجهاد القص المؤثر على مصمار البرشام علما بان الحمل المؤثر على طرفية الوصلة مقداره 20 كيلو نيوتر ده مديني الحمل يعني مديني القوة ومديني قطر مصمار البرشام وعايز يحسب الاجهاد طب وهالاجهاد بيسوي بيسوي الحمل على المساحة طب وقطر مصمار البرشام يعني مصمار البرشام عبارة عن ايه جزء دائري او مقطعه دائري يبقى انا هشتغل على مساحة دائرة اللي هي البي دي تربيع يبقى عندي المساحة بتاعتي عندي القطر بتاعي 12 ملي متر والقوة 20 كيلو نيوتر واجهاد القص المطلوب بتاعي فبشتغل المساحة اللي هي بتسوي البي دي تربيع على 4 والمساحة المعارضة لاجهاد القص بتسوي البي في 12 تربيع على 4 اللي هي تطلع 113.4 ملي متر مربع طيب يبقى الاجهاد بتاعي اللي هو اجهاد القص بيسوي القوة على المساحة القوة بتاعتها 20 في 10 أس 3 لان طبعا 20 كيلو نيوتر بضربها في 10 أس 3 عشان تطلع بالنيوتر على المساحة اللي انا حسبتها اللي هي 113.4 مية هيطلع لاجهاد القص بتاع 176.93 مية نيوتر على الملي متر المربع وده يبقى عبارة عن اجهاد القص اللي هو عايزه طبعا احنا عملين ننوع وفي الاخر بنطلع بنتيجة واحدة ان دايما الاجهاد بسوي قوة على مساحة عايز الاجهاد يبقى بقسم القوة على المساحة عايز القوة هضرب الاجهاد في المساحة عايز المساحة يبقى هقسم الاجهاد القوة بتاعتي على الاجهاد عايز قطر السلك او قطر العمود او اي قطر انا شغال فيه يبقى بجيبه عن ان انا بحسب المساحة بشوفها بكام وبستخلص منها القطر بتاعي عن طريق قوانين المساحة اللي انا هستخدمها ايا كان الشكل بتاعي دائري او مستطيل او مربع حسب الجسم اللي يدولي هناخد اجهاد القص الالتوائي واجهاد القص الالتوائي ده اللي احنا قلنا عبارة عن ان الجسم بتعرق لقوة بتعصره فالقوة اللي بتعصره دي بتبقى عند المحور بتسوي زيره وتبدأ تزداد عند نهاية او عند ابعد نقطة اللي هي على السطح الخارجي للشغلة بتاعتي دي تبقى اقصى قيمة لقيمة الاجهاد الالتوائي زي ما هنشوف دلوقت عندما يتعرض جسم او قضيب لتأثير ازدواجين متساويين في المقدار ومتضادتين في الاتجاه يعملان في مستويين متوازيين يعملان على التوائي الجسم فان القضيب يتعرض لاجهاد قص التوائي وهذا الاجهاد يساوي الصفر عند محور القضيب وتصل اقصى قيمة له عند ابعد نقطة من المحور تقع على السطح الخارجي للقضيب الرسمة بتاعتي اهي قضي القضيب بتاعي طبعا انا مسبت الطرف ده او بديله قوة وهنا القوة التانية في الاتجاه المعاكس ببدأ اعصر القوة بتاعتي فالقوة بتاعتي عند المحور هنا بتساوي صفر وبتبدأ تزداد 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 لحد ما توصل لعند النقطة النهية على السطح الخارجي للجسم بيبدأ اقصى قيمة لها اللي هو اجهاد الالتواء بتاعي هنا بفرض وجود قضيب مسبت من احدى نهاتيه طوله ال هيتعرض لعزم التواء رمز تي عند مستوى نهاية القضيب ويكون اقصى اجهاد قص التواء اللي هو التاو يتعرض لها القضيب واستنتج من العلاقة الاتية ان التاو على الار بتساوي التي على الجي بتساوي الجي في السيتة على الال طيب التاو على الار ممكن استخدمها الوحدة التي على الجي ممكن استخدمها الوحدة الجي على السيتة على الال ممكن استخدمها الوحدة وممكن استخدم التاو على الار بتساوي التي على الجي لوحدهم ويمكن اخد الت على الجي بتساوي الجي على السيتا لل الوحدهم ويمكن اخد الت على الار بتساوي الجي على السيتا الجي في السيتا على الل الوحدهم حسب ما يعطى في المسألة وحسب ما هو عايز في المسألة ونشوف دلوقتي ازاي استخدمهم في المسألة بس لازم اعرف ان التاو ده عبارة عن جهد القص الالتوائي الار اللي هو نصف قطر العمود المعرض لاجهد الالتواء بتاعي والتي اللي هو عزم الالتواء والجيء اللي هو عزم القطبي للمساحة ودايما بيطلع بالملي متر والسربعة وهناخد جدول خاص به للأشكال بتاعت السواء دائري سواء مستطيل سواء دائرة مفرغة حسب كان الشكل سواء كان مسدس هتلاقي فيه قيمة سبتة للجيء أو ممكن هو يدهلك في المسألة إما بطلحها من الجدول زي ما هنشوف دلوقتي الجيء اللي هو معامل الجساءة لمادة العمود وتمييزه بالنيوتن على الملي متر المربع وزوية الالتواء اللي هي بالتقدير الدائري اللي هي الرات بتاعي وطول العمود اللي هو القل طبعا كده احنا عرفنا كل حاجة هنا طبعا ما ننساش ان الجيء ده على العزم القطبي التاو ده جهد الالتواء الار نص قطر العمود التي اللي هو عزم الدوران للعمود الجيء اللي هو معامل الجساءة السيتا الزاوية بالتقدير الدائري والل طول العمود عشان ابقى لازم اعرف الرمز اسمه ايه لانه هيجيلي في المسألة مكتوب كلام فلازم مش هيقول لي جيب تسوي كذا في المسألة لا هيقول لي كذا كذا العزم القطبي كذا او عزم القصور الذاتي كذا او تي عزم الالتواء كذا يبقى لازم اعرف من نص المسألة الرمز اللي انا هستخدمه ايه او اللي هو معطى و اللي مجهول نشوف مسألة دلوقتي ونطبق عليه عمود استواني صلب قطره 35 ملي متر طالما قال لي قطره يبقى مساحة مقطع دائري اللي انا هشتغل عليها طوله واحد واثنين من عشرة ملي متر مسبت من احد نهايتين يعني العمود ده هو في نهايتين بداية والنهاية مسبت من النهاية والطرف التاني حرة هيأثر عليه بقوة اللي ايه الالتواء بتاعت اللي هتعمل لي اجهاد القص الالتوائي طيب والنهاية الاخرى حرة مسبت بها طارة لادارته طبعا 50 سنتيمتر ده اللي هو مقصود به نص قطر الطارة او قطر الطارة اللي هتدور هتدور العمود فاذا علم ان معامل الجساءة لمادة العمود 8 في 10 أس 6 نيوتن على السنتيمتر المربع طبعا معامل الجساءة اللي هو الايه اللي هو رمزه ايه الجي احسب مقدار الحمل المماثي اللازم لادارة الطارة الذي ينتج عنه تولد اجهاد قص التوائي قدره 6000 نيوتن على السنتيمتر المربع وما مقدار زاوية الدوران الطارة لا ده هو عايز مقدار الحمل يعني القوة وعايز الزاوية سيتا مديني قطر العمود مديني طوله مديني قطر الطارة اللي هتدوره مديني معامل الجساءة تعالوا نشوف بيانات المسألة قطر العمود 35 ملي متر يعني بيسوي 3.5 سنتيمتر أسمتها على 10 عشان أحولها للسنتيمتر طيب طول العمود 1.2 من 10 متر العزم المؤسر على الطارة خلي بالك العزم المؤسر على الطارة بيسوي ايه بيسوي الار في الف نيوتن في السنتيمتر طيب العزم عبارة عن قوة في مسافة هو مديني القوة لا مش مديني القوة ده عايز القوة ومديني نص القطر بتاع الطارة اللي هو 50 وعايز العزم طيب الج بالنسبة للشكل الدائري الج بالنسبة للمقطع الدائري بتسوي البي دي قصة 4 على 32 وده قانون سابت احنا مطلعينه من الجدول اللي هم ادهولنا في الكتاب انا مش ببقى حفظه لان هو بمكن بالدهولي في المسألة لكن مديني خمس اشكال مفروض ان انا اكون حفظهم ممكن في مسألة زي دي ايه مش الدهولي انا عارف ان الشكل الدائري بسوي ايه عزم الخصول الذات بتاعه باي دي قصة 4 على 32 طيب الج بتسوي باي في 3 ونص اللي هيا للعمود قصة 4 على 32 تطلع 14 و7 من 10 سنتيمتر لكل قصة 4 طيب شوف انا قلتلك ممكن استخدم النسبة جزئين اتنين منها تاو على الار بتسوي تي على الج طيب هنا التاو 6000 الار 71 من 100 ده بالنسبة للعمود التي اللي هو العزم بتاع الطارة انا خدت نص القطر الطارة بدل ما كانت خمسين خدتها 25 في الاف اللي انا مش عارفها على الج 14 و7 من 10 طبعا سهل جدا ان انا نجيب من هنا الاف بتساوي 6000 في 14 و7 من 10 على 1 و75 من 100 في 25 هيطلع ل20 او 2016 نيوتين لبقى انا قدرت اطلع القوة او الحملة بتاعي اللي انا هأثر به على الطارة عشان تعمل عشان تعمل العزم او جهد الالتواء بتاعي اللي هو بيساوي 6000 نيوتين طيب عايز السيتا تمام بقوله ان التي على الج بتساوي الج سيتا في الال على الال طب التي اللي هو 25 في 2016 لسا نيوتس حسبها اللي هي القوة على الجيل اللي هو 14.7 من 10 اللي انا حسب ومن الاول في المسألة طيب الجيل اللي هي 8 في 10 اقص 6 اللي هو من الدهالي في المسألة في السيتا اللي انا مش عارفها على المية وعشرين طول القضيب اللي هو من دهولي واحد واثنين من عشرة متر فعملته انا 120 سنتيمتر عشان الوحدات دي بالسنتيمتر برضو يبقى السيتا بتساوي 25 في 2016 في 120 على 1 و14 و7 من 10 في 8 في 10 اقص 6 في المقام تحت كده هيطلع لمقدار الزاوية بتاعتي 5 من 100 رات وكده تبقى مسألتنا انتهت عايزين نعيدها تاني في بعض الزمل بيقولوا عيدها تاني نعيدها تاني انا كل المسألة بتاعت مديني قطر العمود 35 مليمتر حولتوا بالصمت 3.5 سنتيمتر بقى سامته على 10 تي اللي هو العزم بساوي الار في الاف نص قطر الطارة في القوة اللي بتأثر عليها ده العزم بتاعي دي فكرة المسألة هي اللي طول العمود بساوي 1.2 من 10 متر اللي هو بساوي 120 سنتيمتر لما حولته الج اللي هو عزم القصور الزاتي للشكل الدائري بيساوي باي دي قصة اربعة على 32 او العزم التاني له اللي هو باي في 3.5 قصة اربعة على 32 طلي علي ب14 و7 من 10 سنتيمتر قصة اربعة وده اللي احنا بنعوض بيه في المسألة مباشرة طيب قلتلك ان انا ممكن استخدم النسبة جزئين جزئين بقول التاو على الار بتساوي التاو اللي هو ب6000 والار اللي هو نص قطر العمود 1 و75 من 100 في التاو اللي هي 25 في الاف على الاف اللي انا لسه حاسبها 14 و7 من 10 ومن هنا قدرت اجيبي ان الاف بتساوي 2016 نيوتر طيب لما امسك التي على ج بتساوي جي سيتا على الال ان هو عايز السيتا التي معروفة والجي معروفة والجي معروفة والال معروفة اهي التي بتساوي 25 في 2016 من 2016 اللي هي مقدار القوة على الجي 14 و7 من 10 في جي في 10 قصة 6 في السيتا على 120 وتدين السيتا هنا بتساوي 5 من 100 را دي مقدار الزاو بتاعتي. ده كده تطبيقات مباشرة على الاجهادات التلاتة اللي انا اخدتهم. اجهاد شد. اجهاد ضغط. اجهاد انحناء. اجهاد القص الالتوائي اللي انا شفته دلوقتي. وهناخد هنا اجهاد الحني في الاعمدة المستقيمة. بفرض بغرض تعرض عمود لعزم انحناء ام. كما هو موضح بالشكل. فان مادة العمود الموجودة بالجهة العليا يحدث لها نقص في الطول او انضغاط نتيجة الضغط. بينما يحدث السطح السفلي زيادة في الطول او استطالة نتيجة الشد. بينما تتعرض باقي الطبقات لتأثير متدرج فيما بين الضغط او الشد. وتوقع الطبقة لا يحدث لها زيادة او نقصان في الطول تسمى بالمستوى او السطح التعادل. تعالوا شوف على الرسم كده. انا عندي عمود زي ما انت شايف كده. ادي العمود بتاعه. انا عرضت العمود كده القوة بتأثر عليه في المنتصف. هتعمله انحناء زي ما انت شايف. الانحناء ده نتج عنده حاجتين. السطح ده اتعرض لاجهات ضغط بين جزيئات السطح. السطح ده اتعرض لجزيئات شد في المنتصف او عند محور التعادل. لا فيه اجهات لشد ولا اجهات ضغط او يكاد يكون الاجهات بيساوي زيرو في عند محور التعادل او المنتصف بتاعي ده او مستوى التعادل ده. يبقى هنا ده اتعرض لاجهات ضغط. السطح الخارجي اتعرض لاجهات شد. طبعا لو انت شايف كده انا البلد كده بفرده. بشده. لكن هنا انا ضغطه. يعني هتا شايف المساحة قديه وهنا المساحة قديه او الطول قديه ايه هنا والطول هنا قديه. فهنا اتعرض لضغط. هنا اتعرض لشد في النص ده اللي هو مستوى التعادل او محور التعادل ما يكونش فيه لا اجهات لا ضغط ولا شد ويكاد يكون الاجهات بيساوي صفر في المنتصف. طيب نيجي نشوف خط التقاطع دوت او السطح المتعادل او اي مقطع عرضي هنا هو لعمود بمحور التعادل توزيع اجهاد الحني الموجود على مقطع عرضي بالعمود. زي ما انت شفت كده انا وزعت الاجهادات. اجهاد الحني ده عمل لاجهاد ضغط واجهاد شد. ما زود ليش حاجة. ومحور التعادل اللي هو السطح الفاصل اللي في النص بين الانحناء اين? يكاد يكون الاجهاد في بيساوي زيرو او الاجهاد الضغط واجهاد الشد بيتعادلوا مع بعض وبيساوي ايه صفر في عند محور التعادل. طيب اجهاد الانحني بعد ازاي اجيب عزم الانحناء واجهاد الانحناء يعبر عنه بالعلاقة الاتية. سيجما بي اللي هو اجهاد الانحناء بيساوي. عزم الانحناء في الواي على الواي. طبعا سيجما بيه ده اجهاد الانحناء. طيب مش انت قلت يا مستر ان دايما الاجهاد بيساوي قوة على مساحة. ايوا يا حبيبي ما هو القوة? عبارة عن ايه هنا? عبارة عن عزم. قوة في مسافة. عبارة عن عزم انحناء لان انا عرضته لقوة عملت له انحناء. فاصبح في عزم نتج عندي بيساوي القوة في المسافة اللي هيتحركها الجزء ده عشان يانحني. يبقى هنا الاجهاد بساوي الام في الواي على الاي. حيث الام دي عبارة عن عزم الانحناء اللي هي قوة في مسافة. والسيجما بيه ده اجهاد الانحناء. والواي هي المسافة بين محور التعادل وابعد نقطة على السطح الخارجي للجسم. عند المقطع وفي حالة الاعمدة المستديرة يكون الواي ده عبارة عن نص قطر العمود. يبقى لو عندي جزء دائري او عمود مستدير يبقى الواي عبارة عن نص في القطر. طب لو هو جسم مربع يبقى الواي نص طول المربع. طب لو هو مستطيل الواي هتبقى يا اما نص عرض المستطيل يا اما نص طول المستطيل حسب ما ديني شكل المقطع بتاع الجسم اللي هيتعرض للاجهات. وده هنشوفه في المسألة دلوقتي. الاي اللي هي عزم الثاني لمساحة المقطع حول محور التعادل بالاي الام ام اس اربعة او ملي متر اس اربعة ودي لها جدول ثابت زي ما شايفين اهو. لو عندي جزء عبارة عن مستطيل العرض بتاع بي او طول بتاع بي والاتش ده عبارة على الارتفاع بتاعي. فبقولي البي في الاتش تكعيب على اتناشر. ده عبارة عن الاي بتاعتي. زي جي ما تفتكر كده جي ما قلتها لك باي دي او اس كام? هه? اربعة على اتنين وتلاتين لو المقطع دائري اللي هو عزم القصور الزاتي. هنا ده الاي اللي هو العزم الثاني بيساوي البي في الاتش تكعيب على اتناشر ده لو شكل على هيئة مستطيل. طب لو شكل على هيئة دايرة يبقى البي دي او اس على اربعة وستين. طب لو شكل عبارة عن دايرة لها قطر حلقة لها قطر خارجي وقطر داخلي وفراغ في النص برضو باي على اربعة وستين بس في دي او اس اربعة كابتل ناقص دي او اس اربعة سمول عشان اجيب العزم على الجزء ده بس. مليش دخل بالفراغ. يبقى حصل طرح القطرين كله اس اربعة في البي على اربعة وستين. يبقى دي هي دي. بس هنا مديني قطر داخلي وقطر خارجي. طيب. لو شكل على شكل مسدس والارتفاع اس بين السطحين دول. بقول خمسة جزر ثلاثة في اس او اس اربعة على المية واربعين. طبعا دي جدول سابت عندي. قوانين بتبقى سابتة ببقى حافظها. عرضة ان ممكن في مسألة ينسى يدها لي. ينسى يتطرق ليها وما يفتكرش يحطها لي. يبقى انا عارف قيمتها لو الشكل مستطيل. بقول بي اتش تكعيب على اتناشر. لو الشكل دائري باي دي اس اربعة على اربعة وستين. لو شكل دائري مفرغ له قطر داخلي وله قطر خارجي زي الاستوانة بتاعتي. بقول باي في دي تكعيب اس اربعة نقص دي سمول اس اربعة على اربعة وستين. لو مديني شكل على شكل مسدس او مقطع على شكل سداسي. الجسم بتاعه على شكل قضيب مسدس. يبقى خمسة جزر ثلاثة اس او اس اربعة على مية اربعة واربعين. وسهل جدا ان انا احفظهم بس بتكرار حل المسائل. تعالوا نشوف مسألة وازاي بحلها وازاي بعوض بالكلام ده وباستخدمه في حل المسائل. طيب اضيب له مقطع مستطيل. شوف حدد له مقطع مستطيل. لو يبقى بي و اتش. او بي و ايه. يبقى في طول وفي عرض. طالما مقطع مستطيل. الشكل مسبت من احد نهايته. ويحمل سكل مقداره ربعمية نيوتن. القوة دي عبارة عن ربعمية نيوتن. يقع على مسافة تلاتين سنتيمتر من النهاية المسبتة. طيب هنا قوة ومسافة. اضرب القوة في المسافة يديني العزم اللي بأثر على القضية. طيب. فاذا كان اقصى اجهاد حناء مسموح به. اربعة تلاف نيوتن على السنتيمتر المربع. احسب عمق ارتفاع مقطع المستطيل. علما بان ارتفاعه ضعف عرضه. ارتفاعه ضعف عرضه. انا اقصى عزم انحناء او الام مكسيمم يؤثر على القضيب يقع عند نهاياته المسبتة. يبقى الربعمية القوة في طول القضيب اللي هو التلاتين. يبقى بساوي اتناشر. تلاتة فاربعة باثناشر في عشر او ستلاتة نيوتن سنتيمتر مربع. طبعا عند ربط الربعمية في طول الزراعة زي ما قلت لك على الرسمة. القوة في طول المسافة من نقطة تسبيت لحد تأثير القوة. اداني اتناشر في عشر او ستلاتة او اتناشر الف نيوتن في سنتيمتر بتاعي. طيب. عزم قصور مساحة المقطع حول محور التعادل بتاعي. الاي بتساوي البي اتش تكيب على اتناشر. هو بقول لي ان طوله ضعف عرضه. فانا خط العرض بالرمز ايه والطول هيبقى اتنين ايه. يبقى العرض ايه. والطول هيبقى اتنين ايه. لان ضعف عرضه. يبقى عندي العرض ايه. والطول اتنين ايه. قس تلاتة على اتناشر. الايه بتساوي تمانية. هو مدهالي في المسألة. او المفروض اكتبها لي هنا ان الايه دي تمانية. ماشي. تمانية. في الايه قس كام? اربعة على اتناشر. طيب. هنا هنا معلش انا هنا الايه في اتنين ايه. كل تكعيب على اتناشر. هفك القس ده عبارة عن ايه. اتنين تكعيب. يبقى اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. في الايه في الايه قس تلاتة. بايه قس اربعة. على اتناشر. يبقى هنا الايه تكعيب. اتنين تكعيب بتمانية. والايه تكعيب في الايه بايه قس اربعة. لكي أجمع الأسس في حالة الضرب على 12 يبقى مختصر ويبقى 2 أس 4 على 3 سنتيمتر أس 4 ويبقى عزم القصور الزائت أو العزم القصور الثاني طلع ب2 أس 4 على 3 سنتيمتر أس 4 طيب ده أبارة عن הא أنا لسه مطلعتش الاي بتاع تبكان هنا السجما بي ye بstau m وفي y عالاي? ال ام في ال واي على ال اي. طبعا السجما بيه 4 تلاف زي موام الدهالي. ال ام اللي انا حسبه 12 exchange pra 10 X 3. فيه ال واي عبارة عن الاي? الاي في ال واي اللي هي عبارة عن الاي. نص العرض بتاعي او نص الارتفاع بتاعي اللي هو العرض بتاعي اللي هو الاي. على الاي اللي هي اتنين في ايه? الصفاحة على ثلاثة. طلعت التلاتة في البسط فوق اهيه يبقى مقام المقام تلاقي على البسط يبقى اتناشر في عشر كثالاتة في الاي في التلاتة على اتنين في الاي كثالة أصرط �Road طبعا هنا الاي هتروح مع ايه من دول هيتبقى لئيه تركيب تحتيه طيب على الاتنين فيrà الواحد على الاتنين فيها الستة ستة في ثلاثة في تمنتاشر في عشر كثالاتة على اليتكيب يبقى انا اختصرت الطرف في الايمنة اركها اربع هتساوي 18 في 10 أس 3 على الأي تكعيب يبقى الأي تكعيب بتساوي 18 في 10 أس 3 على الأربعة تلاف لو اختصر كده 10 أس 3 هتعمل على 3 صفر دول تبقى لـ 18 على أربعة طيب يبقى الأي تكعيب 18 على أربعة اللي هي بـ 4.5 سنتيمتر مكعب هاخد الجزر التكعيبي للطرفين جزر التكعيبي يبقى إيه تكعيب بإيه جزر التكعيبي لـ 4.5 1.65 من 100 سنتيمتر ده مقدار العرض بتاع القضيب يبقى طوله ضعف عرضه بضرب إيه دي في 2 يبقى إيه تلاتة وثلاثة من 10 سنتيمتر وكده نكون إحنا قدرنا نحل المسألة بتاعتنا وقدرنا نوصل للنهاية بتاعتنا بفكرة المسألة الفكرة البسيطة بتاعتي تعالوا نشوف لو إحنا حبينا نعيد المسألة نعيدها إزاي أو نفكر فيها إزاي أنا بقول لي أضيب متسبت من إحدى الطرفين في جزء أو في الحائطة بتاعه وهنا طول الأضيب 30 سنتيمتر وفي قوة عند نهاية الأضيب بتأثر على الأضيب دوت مقدار القوة دي مقدارها 400 نيوتين يبقى الأول بحس بالأم أو العزم اللي بتعرض له الأضيب نتيجة لتأثير القوة إن أنا بضرب القوة في المسافة بتاعتي اللي هي بتبعده عن نقطة التسبيت طبعا هنا القوة عمودية على المسافة لو مش عمودية يبقى لازم أحللها وخليها عمودية على المسافة لو مديني قوة ميلة يبقى هنا القوة في المسافة دي هيديني الأم بتاعتي طيب مديني هنا إن الأي علمت بأن ارتفاعه ضعف العرض بتاعي يعني البي دي بتسوي 2A طبعا أنا عند القانون بتاعي البي في الـ H تكعيب على 12 زي ما احنا خدناه لو الشكل بتاعي برعا مستطيل يبقى هنا لازم أستغل إن البي بتسوي 2A في الحل ومديني جهد الإنحناء المسموح به 4000 نيوتن على السنتيمتر المربع احسب عمق ارتفاع مقطع المستطيل علما بأن ارتفاعه ضعف عرضه طب الارتفاع بتاعي ده ضعف العرض اللي هو البي بتاعتي على الرسم بتاعه بتسوي 2A يبقى أكمل الحل بتاعي بقول والله أقصى عزم إنحناء هيتعرض له الأضيب نتيجة لتأثير القوة اللي موجودة عندي يبقى القوة في طول المسافة العمودية اللي بين مكان القوة لحد نقطة التثبيت بتاعتي أو اللي أنا أخذ عندها العزوم بتاعتي يبقى المقسم من بتاعتي 430 بتسوي 12 في 10 وست 3 أو 12 ألف نيوتن في السنتيمتر طيب أنا عندي الآي اللي هو عزم قصور مساحة مقطع الأضيب بتاعي اللي هو بيسوي البي في الـ H تكييب على 12 طبعا البي ده عبارة عن العرض والـ H تكييب هو عبارة عن الارتفاع طيب يبقى العرض اللي هو بيسوي الـ A طيب والـ H اللي هو الارتفاع بيسوي 2A لأنه عالي ارتفاعه ضعف عرضه يبقى أو طوله ضعف عرضه أو ارتفاعه ضعف عرضه يبقى الـ A في الـ 2A الكل قص 3 على 12 ومن هنا قلت الـ A في الـ A قص 3 بـ A قص 4 والـ 2 تكييب يعني 2 في 2 في 2 بـ 8 يبقى 8 A قص 4 على الـ 12 لما اختصر كده على الـ 4 فيها الـ 2 على الـ 4 فيها الـ 3 وبقى 2 على الـ 3 يقص 4 سنتيمتر قص 4 ده كان عزم القصور أو مساحة عزم القصور الناتج من مساحة مقطع الأضيب بتاعي وده لازم يكون حافظ زي ما قلت الجدول بتاعي لو كان شكل مستطيل لو كان شكل دائري لو كان شكل دائري مفرغ زي الحلقة لو كان على شكل مسدس لان غالبية المسائل اللي هتجيلك هيجيلك المقطع واحد من الأربع مقاطع دول طالما هو مديلك قيامهم في الجدول يبقى بحسبهم بس لو هم مش مدهم لي واشوف نتجتهم بكام عشان عوض بيهم في المسألة وحسبها طيب ارجع اقول والله ان السجما بيه بتاعي بسوي الـ M في الـ Y على الـ Y طب السجما بيه هو مدهلي بـ 4,000 اقصى اجهاد انحناء عندي من دهولي بـ 4,000 في الـ M اللي هو عزم الانحناء اللي انا حسبته 12 فعشرة قصة 3 في الـ Y اللي هي نص الارتفاع بتاعي او قلنا هيبقى نص القطر اللي هو شكل دائري يبقى هنا نص الارتفاع اللي هو الـ A لان الارتفاع عبارة عن 2A يبقى الـ A على الـ I اللي هي 2 في A قصة 4 على 3 قلنا طلعنا 3 من مقام المقام لبسط يبقى ضربنا في 3 فوق يبقى من هنا الـ 4000 بتساوي اختصرت على الـ 2 فيها الواحد على الـ 2 فيها الستة 6 في 3 بـ 18 في 10 قصة 3 على الـ A قصة 3 اختصرت الـ A مع الـ A قصة 4 الـ A راحت مع واحد من دول اصبحت ايه قصة 3 بس في المقام يبقى هنا الـ A قصة 3 بتساوي طيب بحسب 18 في 10 قصة 3 على الـ 4000 فتطلع 4.5 سنتيمتر مكعب دي كده عبارة عن الـ A تكعيب يبقى الجزر التكعيبي للطرفين عشان يجيب جزر التكعيبي للـ A يبقى الـ A بتساوي 4.5 من 100 جزر التكعيبي بتاعها 1.65 من 100 سنتيمتر طيب الـ B اللي هي بتساوي 2 في مقدار الـ A بتساوي 3.3 من 10 سنتيمتر كده نكون قدرنا ناخد جزء الماكينات والأليات وخدناها بالراحة كده مع بعض بسرعة سريعة كده مع بعض خدنا أجزاء الماكينات وقلنا أننا بقسم الماكينات بتاعتي أو الأليات بتاعتي على حسب الشغلة اللي ممكن أعملها فبقول بسمي الماكينة بتاعتي أو نوع الماكينة على حسب نوع العملية اللي بتعملها بقول ماكينة مثلا الخراطة ماكينة أشطة ماكينة تفريز أو بقول أن الماكينة بتاعتي ممكن تتقسم على حسب الحجم بتاعها حجم كبير حجم متوسط حجم صغير على حسب المحرك أو القوة المحركة ليها بقول والله ده محرك بنزيم ده محرك ديزل ده محرك هيدروليكي ده محرك نوماتيكي يبقى ده أنواع القوة المحركة ليها أو أننا خدت بعد كده الإجهادات اللي ممكن تتعرض ليها الأليات بتاعتي أو الأجزاء المكونة للمكينة بتاعتي ويقول أن في عندي احتكاك بين أليات المكينة ومكونات المكينة وأجزاء المكينة بتأثر لي بتعمل فقد في القدرة اللي دخلة للمكينة والقدرة اللي خرج نومية اللي حصل يبقى فيه احتكاك بين الأجزاء بتاعت المكينة وبعضيها في قدرة بتتهلك نتيجة لاحتكاك في قدرة بتتهلك نتيجة ظروف التشغيل في قدرة بتتهلك نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بين الأجزاء المتحركة وبعضيها يبقى هنا في فقد في القدرة وبقول إن مقدار الكفاءة بتاعة المكينة بقدر أحسبها أزاي وبحسب من هنا كفاءة المكنة بتاعتي جينا بعد ما خدنا كفاءة المكنة قلنا أنواع الإجهادات اللي ممكن يتعرض ليها أعمدة أو لأجزاء المكونة للمكنة فيه إجهاد شد فيه إجهاد ضغط فيه إجهاد إنحناء فيه إجهاد قص التوائي فيه إجهاد إنحناء أو قص للتوائي والإنحنائي بتاعي وبيحصل لي أنواع الإجهادات ده كلها بلا استثناء عبارة عن قوة على مساحة أي أن كان نوع الإجهاد اللي عندي وببدأ أحسب يا إما يقول لي إحسب الإجهاد يا إما يقول لي إحسب القوة أو الحمل بتاعي يا إما يقول لي إحسب المساحة وممكن يطلب لي من المساحة يقول لي إحسب لي قطر الشغلة وخدنا كل البيانات دي وخدنا مسائل عليها بالتفصيل دلوقتي المطلوب من سيادتك إنك تقعد في البيت تراجع كل القوانين اللي احنا قلناها بالذات قوانين عزم المساحة التاني وعزم القصور الزاتي نحفظ الجداول بتاعتنا اللي في الكتاب كل جدول هلاقي فيه خمس أشكال بعمل عزم المساحة بتاعته أو عزم القصور الزاتي بتاعه لازم أكون حفظه ولازم أكون عارفه لأن ممكن في المسألة زي ما قلت لك ممكن يدهالك وممكن لأ فلو مش يدهالك يبقى أنت الشكل أنت حفظه كمثال لو قلنا قلنا مثلا عزم المساحة لشكل دائري أو شكل مستطيل عبارة عن إيه بقول عبارة عن الطول العرض في الطول تكعيب على 12 البي في الاتش تكعيب على 12 لو شكل دائري بقول إن البي في الدي قصة 4 على 64 لو شكل عبارة عن حلقة قطر داخل وقطر خارجي لما يقولي زراع استواني أو جزء استواني له قطر داخل وقطر خارجي فبشتغل البي في الدي القطر الكبير قصة 4 على 64 ولو كان شكل عبارة عن قطاع سداسي أو شكل مسدس فبقول إن 5 جذر 3 في الاس اللي هو ارتفاع المسافة بين السطحين المتوزين في المسدس الكل قصة 4 على 144 ودول لازم أكون حافظهم عشان باستخدمهم في المسائل وزي ما شفت المسائل كلها تعويض مباشر وسهلة بس محتاجة تركيز في القانون اللي أنا هستخدمه وأقرأ المسألة عشان أحسب بالضبط أنا هحسب إيه في نهاية الحلقة أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأترككم في رعاية الله وأمنه متمنيا لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر